استقرار في أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت التدولات حالة من التباين أمام الجنيه المصري في أول تعاملات اليوم الاثنين حسب آخر تحديث وارد عبر البنك المركزي المصري سجل اليورو في البنك المركزي المصري 33 جنيه و 96 إرش للشراء و 34 جنيه و 10 أروش للبيع بينما سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 39 جنيه و 62 إرش للشراء و 39 جنيه و 79 إرش للبيع وسجل الفرانك السويسري في البنك المركز المصري 35 جنيه و43 إرش للشراء و35 جنيه و59 إرش للبيع وسجل ميت يان ياباني في البنك المركز المصري 21 جنيه و83 إرش للشراء و21 جنيه و93 إرش للبيع بينما سجل الريال السعودي حوالي 8 جنيه و22 إرش للشراء و8 جنيه و25 إرش للبيع ووصل الدنار الكويتي في البنك المركز المصري عنده 100 جنيه و 48 قرش للشراء و 100 جنيه و 92 قرش للبيع فيما سجل الدرهم الإماراتي 8 جنيه و 39 قرش للشراء و 8 جنيه و 42 قرش للبيع وسجل سعر الريال القطري 7 جنيه و 80 قرش للشراء و 8 جنيه و 46 قرش للبيع